بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا هو الدرس الثاني من الدورة التدريبية حول برنامج ميموكي والمستوى التشغيل التأسيسي تأتيكم هذه الدورة من المجمع العربي للمترجمين المحترفين ننشرها تباعا بداية نود أن ننبه إلى أمر مهم جدا وهو أن هذه الدورة يمكن أن يستفيد منها كل من مهتم ببرنامج ميموكيو شريطة أن يكون على معرفة بالهدف من استخدام ميموكيو إذا كنت غير راغبا باستخدام ميموكيو أو غيره من برامج أدوات المساعدة في الترجمة في الحاسوب فلن تفيدك هذه الدورة أيضا لن تستفيد من هذه الدورة إن كنت تحب الترجمة التقليدية التي لا تستعين بها بأي أداة من أدوات الترجمة نؤكد على كل حال أنك إن لم تكن ترغب أصلا بتعلم ميموكيو هنا فربما لن تستفيد شيئا منها ضروري جدا إذن أن نعرف ما هو هذا البرنامج وكيفية الاستفادة منه لإعطائك لمح عام عن هذا البرنامج أن كنت لم تعرف عنه هناك لقاء على ويبنار عملناه حول ما يتعلق بميموكيو وهذا هو الرابط إليك الآن هناك عرض تمثيلي لترجمة بعض الجداول عن طريق برنامج ميموكيو في الرابط الآخر ننبه أيضا أن ميموكيو ليس برنامج للترجمة الآلية فلا تتوقع أنه برنامج بمعنى أنك تدخل فيه نصا وتضغط على زر فيعطيك الترجمة الخاصة به هذا الشيء غير صحيح وهو انطباع خاطئ لدى كثير من الناس ميموكيو وغيره من البرنامج المساعدة للترجمة القائمة على الحاسوب إنما هي برنامج ذاكرات الترجمة أنت تبنيها لبنة لبنة وتبني قواعد مصلحاته بنفسك في جهد كبير جدا فهو إذن يكون فارغا تماما ويجب عليك أنت أن تعبئه بنفسك لا تتوقع أن يعطيك أحد أي ذاكرة لديه ولو كان هناك كثير من الناس مشكورين قدموا لنا ذاكرات كثيرة على الإنترنت وهي متاحة في كل مكان يمكنك البحث عنها في مكان أو آخر لنعرف مواقع رسمية لهذه الذواكر لكن يمكنك أن تبحث قواعد المصطلحات أيضا هناك بعضهم الذين وضعوا قواعد المصطلحات ولكن القضية الأساسية هو أن بناء الذواكر اللغوية بناء ذواكر اللغوية وبناء قواعد المصطلحات هي من الأمور الصعبة جدا ولا تتوقع أبدا أن يأتي أي إنسان فيعطيك هذه القواعد والذاكرات مجانا أو حتى مقابل أي مبلغ كان فهو تعب يستمر سنوات كثيرة لا نريد أن نحفط المستمع إلى هذه الدروس لكن هذا هو الواقع الدرس الثاني يعتمد على الدرس الأول المفروض أنك في الدرس الأول قد أنشأت ذاكرة وقاعدة المصطلحات هدف التعلم النهائي كما هو واضح في هذه الشاشة هو إدخال ملف مطلوب للترجمة في مشروع ميموكيو بحيث يكون المشروع مربوطا بذاكرة وقاعدة المصطلحات مهيدا للترجمة إذن مع نهاية هذا الدرس كل ما نتوقع منك أن تنشئ مشروعا في هذا المشروع تضع فيه ملفا للترجمة ملفا إذا استلمته يعني مثلا من العميل سوف نعطيك ملفا تشبيهيا ثم عليك أن تربطه بالذاكرة وقاعدة المصطلحات الخاصة بهذا المشروع لكي نحققها الهدف الرئيسي لدينا أهداف التعلم المساعدة هذه الأهداف هي أولا إنشاء مشروع تسميته إثنان ربط الملف بالمشروع الملف المراد ترجمته ثلاثة اختيار الذاكرة أربعة اختيار قاعدة المصطلحات وخمسة تصحيح الأخطاء والمشكلات التي قد تواجهك في ذلك بيئة العمل نحن نفترض أنك نزلت برنامج ميموكيو على جهازك 2015 يمكنك تنزيله من الموقع الرسمي للشركة www.memoq.com هذا البرنامج يعمل بكامل كفاءته دون أي مشكلة مدة 45 يوما وذلك ضمن المدة التجريبية المجانية وبعدها يمكنك شراء أخصص استخدام برنامج جود الحياة الذاكرة وقاعدة المصطلحات المشكلة في الدرس واحد يجب عليك أن تطبق الدرس واحد قبل الدخول إلى درس اثنان لأنه لدينا ذاكرة وقاعدة مصطلحات في الدرس واحد وسوف نستخدمهما سنحتاج أيضا إلى ملف lesson2 sample1.docx هذا الملف موجود في الرابط الموجود مع هذا المقطع وهو في مكتبة المجمع العربي المتجميل المحترفين الرابط موجود أدنى هذا التسجيل ويمكنك أن تذهب إلى هناك وتحصل على الملفات والملفات الأخرى في الدرس واحد وأيضا الملفات اللاحقة الدرس الثالث وغيره هناك تحذير يجب أن ننبه إليه إذا حدث معك أي خطأ في تطبيق التعليمات انظر في الشرائح الأخيرة من هذا العرض إذ إنها تخبرك حول طريقة حذف المشروع للبدء من جديدا به أو لحل مشكلتك من المهم جدا أن تنتبه إلى هذه النقطة إذا حدث معك أي خطأ إذا أخطأت في كتابة اسم المشروع وإذ ذلك من أمور فأذهب إلى الشرائح في نهاية هذا العرض الشرائح أيضا موجودة على الرابط المذكور الخاص بمجمع العربي المتجميل المحترفين ما هي الخطوات المطلوب منك الآن أن تعملها؟ الآن أطلب إليك أن تفعل ما يلي انسخ ملف lesson2.sample1.docx أين هذا الملف؟ أين هو الآن هذا الملف؟ لو ذهبنا إلى موقع المكتبة في المجمع العربي للمدرجمين المحترفين سنجد الملف هنا في الأسفل في هذا المكان هنا ستجد الملف ويمكنك تنزيله من أجل أن نتعامل معه في هذا المشروع الخطوة الثانية هي عليك الآن أن تضع الملف في مجلد my project أعود إلى الدرس الأول لتعرف أين وضعنا مجلد my project على أي حال هو خطوة اختيارية تستطيع أن تضعه في أي مكان تريد على الكمبيوتر لكننا نريدك أن تضعه في my project لو سمحت هذه الخطوة الثانية الخطوة الثالثة افتح الآن برنامج ميموكيو إذن أولا انسخ الملف نزيله من الرابط وبعدها ضع الملف في مجلد my project وبعد ذلك افتح برنامج ميموكيو يمكنك أن تعمل الآن باوز من أجل أن تنتهي من هذه الخطوات قبل الانتقال إلى الخطوة التي تتليها الآن نفتح برنامج ميموكيو من أجل إنشاء المشروع نريد أن ننتبهي إلى نقطة لا بد من ذكرها هنا ليس من الضروري الآن أن نعرف ما هي أهمية الذاكرة وأهمية قاعدة المصطلحات دعونا نستمر فقط في هذه الخطوات وبعدها نعرف ما هي أهميتها هناك طريقتين لإنشاء المشروع الآن نريد أن ننشئ مشروعا من أجل ترجمة هذا الملف الأولى من قائمة ميموكيو باختيار new project ثم من خلال new project تحت عنوان new project without template ثم نختار من خلال new project new project without template كما في التوضيح في الشريحة التالية سوف أظهر لكم الآن طريقة البرنامج هذا هو الآن مفتوح نذهب إلى قائمة ميموكيو كما ترون new project نضغط على new project ستظهر لك الآن كما لاحظت الآن هذه الإعادة new project ستظهر لك النافذة التي سنعبئها فيما بعد هناك طريقة أخرى ربما نتحدث عنها لاحقا الآن مطلوب منك أنشئ مشروعا باستخدام الطريقة الأولى ثم أنشئ المشروعا لكننا نريد منك لو سماحت أن لا تعب أي شيء في الحقوق الآن فور ظهور مساحة العمل في إنشاء المشروع أغلقه بالضغط على X في الزاوية العلية اليمنى من المساحة انظر الصورة هذا المكان هنا المؤشر عليه بالسهم في الأعلى نريدك أن تغلقه وبعد ذلك لأننا نريد أن نستعرض الطريقة الثانية كما ذكرنا الطريقة الثانية لإنشاء المشروع هو بالضغط على الزر الفألة اليمين في مساحة المشروعات ثم اختيار new project كما في التوضيح التالي أفترض أنك قد أغلقت الشاشة الأولى الآن هذه الطريقة الأخرى هذه مساحة المشروعات نستعرض right click new project ستظهر لنا هذه الشاشة التي نريد أغلقها نعيد مرة أخرى هذه في الإعادة كما ترون الآن يجب علينا أن ننشئ المشروع ويجب أن نعطيه اسما داخل هذا المشروع سوف نترجم ولفن اسمه lesson2.sample1.docx أرجو أن تصبروا علينا أيضا لأننا سنوضح فيما بعد ما المقصود بكلمة مشروع ما المقصود بكلمة ذاكرة وغيره لكننا نريد منكم فقط الالتزام بهذه التعليمات نريد منكم الآن أن تنشئوا مشروعا من أجل ترجمة lesson2.sample1.docx تذكر سوف نستخدم الداكرة وقاعدة المصطلحات التي أنشأناهما في درس واحد لذلك إن لم تكن قد أنشأتم هما من قبل أعود إلى درس رقم واحد وأنشئهما لو سمحت اختيار اسم للمشروع يجب أن نختار اسما للمشروع هذه هي الخطوة الأولى الخطوة الأولى هو أن نسمي المشروع فكيف نسمي هذا المشروع بعض الناس يسمون المشروع وفقا لإسم الشركة التي يتعامل معها فإذا كنت تتعامل مع شركة الشركة الفلانية للبناء مثلا تحتفظ بملفاتها ضمن هذا المشروع هذا أمر يرجع إليك أما شركة المالية الفلانية فتحتفظ مشروعاتها وجميع ملفاتها بمكانها الآخر إذن هي غاية تنظيمية بعضنا أحيانا نحتاج إلى أن يقول هذا مشروع خاص فقط في الترجمة العامة هذا مشروع خاص فقط في الترجمة المالية هذا في ترجمة التقارير المتققين هذا خاص المشروع مثلا بالترجمة القانونية وغير ذلك من أمثلة اختيار أسماء المشروعات قد أسميها تسمية المشروع تستطيع أن تسميها بالطريق التي تريد لا يوجد أي نوع من المحظورات في هذا البرنامج حول تسمية المشروع ولكن الطريقة المثالية التي نقدمها لك الآن تتضمن أن تذكر إذا أردت نوع الترجمة هل هي ترجمة عامة أو متخصصة أو إذا أردت أن تذكر اسم الشركة التي تترجم لها إذا كنت تسلم عدة ملفات منها وتريد أن تحافظ على خصوصية هذه الشركة في مشروعاتها وهناك أمر آخر هو أننا نضيف اسم الزوج اللغوي فهنا كما ترى الزوج اللغو الذي المعتمد لدينا هو ENUS أي اللغة الإنجليزية United States ARJ يعني Arabic Jordan في هذه الدروس لغاية توحيد الدروس وعدم وجود أي مشكلة رجاء أن استخدم دائماً ARJ على أساس اللغة العربية ودائماً ENUS على أنها اللغة الإنجليزية لا تحاول استخدام أي لغتان أخرى كيف تستخدم هذه اللغة نقصد في تحديد المشروع سوف نتحدث فيما بعد عن تحديد المشروع وتسميته وسنستخدم ذلك طيب الآن أنشئ مشروعاً ثم أدخل اسمه كما يلي سواء كان ذلك بالطريقة الأولى أمس الثانية التي نشأناها نريد منك الآن أن تنشئ مشروع إذن يجب عليك الآن أن تنشئ المشروع إما عن طريق Right Click New Project أو عن طريق قائمة Memo Q New Project New Project Without Template ثم New Project ستظهر لك الشاشة شاشة المشروع هنا نريدك أن تدخل فيها اسم المشروع ونريدك أن تسميه الآن My First Project EnUS Into Arabic Jordan وبعد أن تظهر لك اضغط Next لنرى العرض كيف يكون تابع العرض رجاءاً هذه هي صفحة البداية New Project هنا في هذا المكان Name أدخل اسم المشروع أدخل رجاءاً كما نفعل الآن My First Project EnUS Into AR Jordan ثم رجاءاً نحدد اللغة Source Language نريدها English United States Target Language نريدها Arabic Jordan نعيد العرض شكراً لكم شكراً لكم لكم الآن يجب أن نربط الملف بالمشروع يعني ضمن المشروع نريد أن نضع الملف الذي اخترنا وهو إذا تذكرتم اسمه lesson 2 sample 1 نريد أن نربطه بالمشروع وهذه الخطوة الثانية يعني هذه خطوات دقيقة وأعرف أنها قد لا تكون واضحة تماما ما المقصود في كل ذلك لكننا سنشرح كل شيء بعد الانتهاء من هذا المشروع لذلك بكل حذر وبكل هدوء تأكد من أن تنجز المشروع بطريقة صحيحة إذا حصل عندك أي خطأ يمكنك أن تذهب إلى تصحيح الأخطاء في النهاية في نهاية الشرائح وهي موجودة لك بصيغة PDF File ويمكنك أن تصلح الخطأ ثم تعيد المشروع كما كان في الصورة التي ظهرت لك بعد الضغط على Next يعني بعد أن تضغط على Next يطلب إليك البرنامج إدخال الملف الذي تريد ترجمته الآن يقول لك ما هو البرنامج الذي تريد أن تترجمه وهو ملفنا Lesson2 إذن اضغط Import اختر ملف Lesson2Sample1.docs من المجلد الصحيح حسب المكان الذي خزنت فيه Lesson2Sample1.docs نحن طلبنا إليك أن تخزينه في مجلد اسمه My Projects على أي حال حتى لو أنك لم تخزينه في هذا الملف في أي مكان آخر نريدك أن تعمل إليه Browse وتأخذ هذا الملف ونقول لك مهم جدا هنا في هذا التحذير الذي لديك الآن لن تنجح العملية إذا كان ملف Lesson2Sample1.docs مفتوحا ستظهر لك إشارة خطأ إذا كان الملف مفتوحا تأكد من أنك قد أغلقت Lesson2 تأكد من أنك لم تفتحه أصلا لك تتمكن من الاستمرار في الخطوة القادمة ربط الملف بالمشروع دعونا نفعل ذلك الآن هذا هو التوضيح لما يجب فعله في هذا الشرح بعد أن ندخلنا الاسم عملنا Next لدينا Import نضغط عليه على Import ونختار الملف كما لاحظتم اخترته من المجلد الصحيح وستظهر لنا الآن هنا سيعمل Importation وبعد ذلك ستظهر لتكون جاهزا وننتقل الخطوة الثانية الآن هو جاهز نعمل عرضا مجددا نعيد العرض Import أخرى ومجددا نقول لك لا يجب عليك الآن أن تعرف ما معنى كلمة ذاكرة ولماذا نستخدمها ليس الآن مجال ذكر ذلك لأننا لا نريد أن نتشعب نريد فقط في هذا الدرس أن ننشئ مشروعا فيه ذاكرة وفيه قاعدة مصطلحات وفيه أيضا ملف للترجمة لكننا لنوضح الذاكرة هي عنصر رئيسي في المشروع ولن يعمل دونها لن نتحدث أكثر من ذلك ولن نقول ما هي الذاكرة ماذا نضع فيها فيما بعد سنذكر ذلك في الدرس الثالث إن شاء الله لاختيار الذاكرة اضغط على Next في الشاشة السابقة ثم اختر عن طريق الضغط على المربع الصحيح على الذاكرة التي أنشأناها في الدرس واحد تذكر أن اسم الذاكرة التي أنشأناها في الدرس واحد هي English US into Arabic Jordan General Translation بطبيعة الحال إذا كان لديك برنامج ميوكيو وكنت تعمل عليه منذ مدة طويلة وكانت لديك عشرات الذاكرة فستختار من بينها لكنك إن كنت تستخدم البرنامج لأول مرة وطبقت الدرس القام واحد فمعنى ذلك لن تجد إلا ذاكرة واحدة هذه الذاكرة عليك اختياره نتامع معكم في التوضيح في الصوت في الصورة مع ملاحظة أن البرنامج الذي أستخدمه فيه ذاكرات كثيرة ولذلك أنا يجب علي أن أتنقل من واحدة إلى أخرى فهنا الآن أنا تنقلت إلى هنا Next إذن نعيد مرة أخرى اختار الذاكرة وبعد ذلك نعمل Next وبعد ذلك Next لتنتقل إلى خطوة أخرى بعد أن اخترنا الذاكرة أصبح لدينا الآن مشروع فيه الملف وفيه الذاكرة وفيه علينا أن نضع قاعدة المصطلحات تنبيه الآن أريد أن ننبه له شيء رجاء انتباه إذا ضغطت إلى زر Finish بالخطأ أو X بالغطأ أو أغفلت شاشة في الخطأ فرجاء اذهب إلى آخر الشرائح وإلى آخر هذا العرض الصوتي لتجهى طريقة تصحيح هذا الخطأ على كل حال انتبه عند وضع المشروع قاعدة المصطلحات ليست عنصرا رئيسيا في المشروع بمعنى أن المشروع سيعمل حتى لو لم يكن لديك قاعدة للمصطلحات لكننا مع ذلك سوف ننشئ قاعدة المصطلحات لهذا المشروع ونتدرب على استخدامها لاحقا الآن أنشئ قاعدة المصطلحات كيف؟ الشاشة السابقة التي كانت فيها Memories التي هي التاكرة اضغط الآن على Next وانتبه لا تضعط على Finish إنما على Next إذا ضعطت على Finish في الخطأ سينتهي المشروع ولذلك عليك أن تتبع الخطوات التصحيحية فيما بعد التي ستظهر لك في نهاية هذا البرنامج تذكر أن نقاعدة المصطلحات التي أنشأناها في درس رقم واحد اسمها General A.R. Joe & E.N. U.S وبعد ذلك بعد أن تظهر قاعدة المصطلحات وتنتهي منها يمكنك الآن إنهاء المشروع ليصبح المشروع جاهزا الآن أنا أختار قاعدة المصطلحات وسأضغط Finish سيكون المشروع الآن جاهزا وسيفتح الملف سيفتح لنا الملف نعيد العرض اختر قاعدة المصطلحات أنا لدي عدد قواعد لكن أنت لن تكون لديك إلا قاعدة واحدة طبعا Finish ستظهر لك الآن المشروع بهذه الخطوة الآن أصبح المشروع جاهزا لكي نعمل عليه في الدرس رقم ثلاثة ونبدأ في ترجمته ونستفيد من إمكانات Memo Q كما وعدتكم هناك تصحيح الأخطاء لسبب أو لآخر مثلا إذا حدث معك أي خطأ فدعونا نرى كيف يمكن أن نعمل تصحيحا لهذا الخطأ انتبه لأن هذا مهم جدا لسبب أو لآخر هذا هو الخطأ الأول أشعر أنني أخطأت في المشروع ربما أخطأت في الإسم ربما أخطأت في الذاكرة ربما أخطأت في أي شيء المهم أنك تريد أن تمحي المشروع وتبدأ من جديد من الصفر كيف تفعل ذلك لكي تفعل ذلك انقر على المشروع في مساحة العمل ثم زر الفقر اليمين ثم اختر Move to Recycle Bin هذه هي الطريقة الوحيدة والصحيحة لفعل ذلك انتبه المشروع قد يكون موجود عندك على الكمبيوتر لأن Memo Q بعد أن تدخل المشروع ينشئ ملفات خاصة به فإذا حذفتها من الكمبيوتر سيتعطى البرنامج Memo Q طريقة حذف الملفات الخاصة بMemo Q فقط من خلال Memo Q إذن لا يمكنك حذف المشروع من القرص الصلب للكمبيوتر مباشرة لأن ذلك ستسبب في تعطيل برنامج Memo Q العرض التوضيحي الآن لكي نمحوا المشروع نضلله أولاً My First Project EN ثم Right Click Move to Recycle Bin تظهر لنا إشارة إندار نقول يس الآن حذفنا المشروع نهائياً من Memo Q وتستطيع أن تعيده فيما بعد إذا ما أردت أيضاً عن طريق Recycle Bin من خلال View Recycle Bin هنا كما تشاهدها تستطيع أن تضغطها لتجد كل المشروعات المحذوفة وتعمل Restore من أجل إعادتها الخطة الثانية لسبب أو لآخر أشعر أنني أخطط في الذاكرة أريد حذف الذاكرة لفعل ذلك أضغط على إيقونة المصادر ثم أختر الذاكرة من Transition Memories ثم نقض بزر اليأفار اليميل على الذاكرة التي تريد حذفها ثم اختر Delete وأتذكر أنه لا يمكن أيضاً حذف الذاكرة من القرص الصالب للكمبيوتر مباشرة لأن ذلك سيتسبب في تعطيل برنامج Memo Q ما هي إيقونة المصادر وكيف نصل إليها سيكون ذلك في العرض الذي ستره الآن هذه إيقونة المصادر Resources التي ظللناها لك الآن في الأعلى الشاشة إذا ضغطتها ستظهر لك الذاكرات وستظهر لك أيضاً قواعد مصطلحات وأشياء أخرى يجب أن نضغط عليها لكي نصل إلى الشريحة القادمة نضغط عليها الآن وهذا التوضيح الآن أمامك هنا Translation Mourish الثواكر هنا اخترت الذاكر التي أريد Right Click ثم أضغط على Delete هذه الطريقة الصحيحة لحثف الذاكرة لاحظ أن هناك عدة خيارات لن نستعرضها الآن هذه الخيارات تحتاج إلى المستوى المتوسط وليس المستوى التشغيري الأولي لسبع أو لآخر أشعر أني أخطأت في قاعدة المصطلحات وأريد حثفها الأمر نفسه اذهب إلى يقونة المصادر ثم اختر الذاكرة من Term Base ثم انقر بزر الفأر اليمين على قاعدة المصطلحات التي تريد حثفها ثم اختر Delete تحذير مرة أخرى لا يمكنك حثف قاعدة المصطلحات من قرص الصلب الكمبيوتر مباشرة لأن ذلك سيتسبب في تعطي البرنامج MemoQ هنا إذا ما دخلنا إلى resources اللي هي أيقونة المصادر الأمر نفسه تضغط الآن على Turn Base هنا في هذا المكان وبعد ذلك تختار قاعدة المصطلحات تضع Right Click ثم تحدفها كما تشاء لاحظ أن هذه الشاشات تعرض عليك أشياء كثيرة جدا من قواعد المصطلحات هذه لأنها أمتلكها في جهازي ليست موجودة على جهازك ستقوم على جهازك موجودة أشياء مختلفة أو ربما إذا كنت مستخدما لأول مرة لهذا البرنامج فستتكون قاعدة المصطلحات واحدة التي أنشأناها بدرس رقم واحد هناك التساؤل أريد أن أذهب إلى المجلدات على القص الصلب وأغير أسماءها وأحدف شيئا من ملفاتها وأحدفها كليا كما تذكرون نحن عندما أنشأنا درس رقم واحد أنشأنا مجلدات وغيرنا مسارات البرنامج ليذهب إلى ذلك المجلدات لذلك المجلدات فهل يجب استغيرها؟ الإجابة قطعا لا إذا ما فعلت ذلك سوف تؤدي إلى تعطيل برنامج ميموكي وتخريب كل مشروعاتك للإضرار بها وكأنك لن تستفيد شيئا هذه الطريقة خاطئة في حيث الملفات ونتيجة لذلك سوف تظهر أخطاء كثيرة في أثناء عملك على برنامج ميموكيو بل ننصح بأن ينفذ المترجم عملية النسخ الاحتياطي للملفات بعد كل مرة يغلق فيها البرنامج هذه قد تكون أمور صعبة نوعا ما أنك كلما أغلقت البرنامج تعمل نسخة احتياطية نحن نتحدث عن المترجم جدا على هذا البرنامج ننصحه بكل شدة أن يعمل نسخة احتياطية مباشرة فور إغلاقه لبرنامج ميموكيو في كل يوم في كل يوم تماما ونعني ذلك لأن الموضوع ليس سحنا أبدا في أي لحظة الملفات معرضة للخراب ويجب علينا أن نكون على الأقل لدينا نسخة احتياطية يمكن أن نستفيد منها فيما يلي توضيح الطريقة الخاطئة في حث المجلدات أنني ذهبت إلى MyFirstProject على الميموكيو فولدر وهنا MyFirstProject وغيره من البروجيكت وأقول نفسي أنا الآن أريد أن أحذفه هل أحذف هذه الملفات كيفما اتفق مثلا؟ هذه الطريقة خاطئة لا تفعل ذلك لا تفعل ذلك نهائيا هذه ليست الطريقة الخاطئة الصحيحة في حث في الملفات إذا رأتنا تحذفها أحذفها من داخل MyMoQ ولزم من خارجه هل أحذف الفولدر كاملا المجلد كاملا على سبيل مثال هذه أيضا طريقة خاطئة هنا كما ستلاحظ سيقول لك try again لأننا نستخدم المرنامج في MyMoQ فإذا أغلقنا MyMoQ هنا أغلقنا الآن وحاولنا أن أحذفه سيحذف دعونا نغلقه سيقول لك بإمكانك حذفه هذه طريقة خاطئة انتبه لأنك تخرب كل عملك بخلال هذه الطريقة الآن أنا حذفته بمعنى آخر أنني عطلت كل المشروع وخربت برنامج MyMoQ لدي فلذلك عملت control Z وأعدت الفولدر كما كان عليه لكي يمحيه من داخل المشروع إذن أدخل إلى المشروع وأضغط على right click وهذه الطريقة الصحيحة أن أعمل move to recycle bin move to recycle bin هذه الطريقة الوحيدة التي يمكنني أن أغير بها أن أحذف بها المشروع أو ملفاته كما قلنا لو ضغطت على زر finish قبل أن تختار الملف أو الذاكرة بقاعد المصطلحات نقول لك لا مشكلة أبدا هناك عدة طرق أنظر الطويح الآن في الفيديو المنفق بهذا الدرس وهو الكلام الذي سوف نشرحه لك الآن دعونا نوضح الفكرة سوف أنشئ مشروعا وفي بداية هي سأعتبر أني أخطأته فيه new project من right click my first project English United States سريبك جوردن العسابي هناك طبعا شيء مهم جدا إذا أخطأت في اللغة وعملت finish يجب عليك يعني مسح المشروع مرة أخرى لأن المفروض اتجاه العكس طبعا على كل حال أنا أفترض أنني بدلا من أن أكتب next ضغط كلمة finish على سبمي ثاب الخطأ إذا فعلت ذلك لا بأس أبدا الآن فتح لك المشروع لكن لا يوجد فيه ذاكرة ولا يوجد فيه term base ولا أي شيء الآن ماذا تفعل دعونا نبدأ بالبداية أقفل هذه الـ x هنا أقفلها أترى هذا المشروع هذا المشروع الآن فارغ لا يوجد فيه لا ملف ولا ذاكرة ولا قاعدة مصطلحات اضغط عليه double click وذهب إلى translation يمكنك أن تذهب إلى translation memories أو term base لكن قبل ذلك نعمل right click من أجل أن تعمل import اختر import لا تختار import with options لأن هذه من الخيارات المتقدمة نذكرها فيما بعد import وعند import تستطيع أن تدخل إلى الملف وتفتحه أنا الآن فتحت الملف يعني أدخلت الملف هذه هي عملية الرط الأولى هذا الملف أصبح جاهزا الآن turn base with translation memories نضغط على translation memories هنا أو يمكنك أن تذهب إلى symbol يعني المراجع وإيكون المراجع كلهما واحد على كل حال translation memories وتختار الذاكرة التي تريد من هنا سنختار هذه الذاكرة فقط اضغط عليها إشارة tick تذهب إلى turn base والأبر نفسه ابحث عن turn base هي اسمها general Arabic English إلى آخره والآن أصبحت جاهزة للعودة إلى المشروع نضغط إلى كلمة translations الآن أصبحتها داخل المشروع للعودة إلى الصفحة الأساسية للبرنامج نضغط X هنا الآن عدت إلى البرنامج فهذه هي الطريقة التي يمكنك من خلالها إعادة إعداد المشروع بهكذا نقول قد انتهينا من الدرس الثاني ونود أن نذكركم بالحذف الرئيسي الذي لدينا الهدف الذي كان لدينا من خلال هذا الدرس هو إدخال ملف مطلوب للترجمة في مشروع ميموكيو بحيث يكون مشروع مربوطا بذاكرة وقاعدة لمصطلحات تمهين للترجمة حققنا ذلك من خلال هذه الخطوات يفترض بأننا حققنا هذا الهدف من خلال أهداف التعلم المساعدة إنشاء مشروع تسميته ربط الملف بالمشروع اختيار ذاكرة اختيار قاعدة المصطلحات وتصحيح الأخطاء ننبه رجاء عدم المساس بأي شيء في هذا المشروع إلى حين الدرس الثالث لنستمر بعد الدرس الثالث أعتقد أنك تستطيع أن تفعل ما تريد تستطيع أن تحدث المشروع تستطيع أن تترجم ما تشاء منه لكننا نتمنى منكم دائما أن تتزموا بكل التعليمات التي نعطيكم بها لأن أي خطأ بسيط قد يؤثر سلبا على كل ما تفعلونه نلقاكم بإذن الله في الدرس الثالث والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته